ازاي ايك عاملين ايه يا رب اتكونوا بخير اعمل معاكم النهاردة الستيك الفضيع ده بصوا صورته حلوة جدا ومقادير سهلة جدا وسأي حد يقدر يعمله اه طبعا الستيك مش بتحط عليه بهارات كتير عشان يفضل تعمه زي ما هو ولازم ريب اي او استيك يعني نفس التقطيع نفس الشكل ده بجيبها من عند الجزار بقوله ريب اي او استيك بتبقى متقطعة كده لو دوير صغيرة كده ما تقلقوش بتبقى متكيسة من بره بعدين احنا بنفك الكيس عشان بس تحافز على شكلها اه اكتر وقت ممكن عند الجزار اول حاجة هنحط له ملح وفلفل اسمر بس كده يعني هو ما بتحطلوش اي بهارات عشان ما يغيرش طعمه ملح وفلفل اسود وبعدين هنبدأ نعملو مساج كده للحمة عشان يدخل جواها اه البهارات دي الملح والفلفل تدخل جواها وخصوصا ان احنا مش بنحط بهارات خالص يعني هنقلبها الناحية التانية وهنحط برضو نفس الملح والفلفل بسيط جدا يا دوب بسيط طعامه علشان يدي له اه يزبط الملح بتاعه ويدي له طعام هنبدأ نحط الملح والفلفل تاني وهنعمل اللحمة كده مساج بحيس ان هو يدخل جواها الملح والفلفل بس كده وهنكون محضرين جريل او طاصة او اي حاجة سخنة جدا فيها قطعة زبدة ومعلقة زيد صغيرة خالص لازم تكون سخنة جدا بحيس ان اول ما نحط اللحمة بسوك تعمل كده تشتاش جامد كده ونحاول ما نحطش كله مرة واحدة نحط ونستنى شوية وبعد نحط القطعة التانية علشان نحافظ على درجة حرارة الدهون بسوك ده بيكون سمكها طبعا حلوة جدا ونتاخدش سوا خالص احنا مجرد ما هنرسوهم بس كده نحطوهم في الجريل وهغطي عليهم وهسيبهم يعني على حسب التسوية اللي كل واحد بيحبها انا هنا رستهم بالزبط خلاص اخدوا الخمس قطع وبعد اربع دقايق بالزبط هفتح الجريل وهقلبه الناحية التانية وهسيبهم برضو اربع دقايق تاني الستيك مش بيتقلب كتير هو لازم بنسيبه على حسب التسوية اللي كل واحد بيحبها طبعا هنا حتيت روز ماري ولو كمان حابين فيه فسوس طوم صحيحة هنبدأ نقشرها ونحطها برضو هنبدأ ناخد بقى السوايل اللي بتنزل منها دي والزيت والزبدة هناخد ونحط عليهم تاني علشان يحفظ على تروية اللحمة هنا خلاص كانوا اربع دقايق على الجنب ده اربع دقايق على الجنب ده وهنا انا بحب التسوية ولدا يعني بتبقى مستوية خالص لو حساها بتحبيها ميديم او او يعني نص التسوية بنخليها على كل جانب من دقيقتين ونص لتلاتة بس انا هنا خليتهم اربع دقايق واهم خطوة في الموضوع ده كله ان احنا اول ما نطلعه على طول من النار نغطيه بفويل ده تقريبا كده بيكمل سواه لو في حاجة لسه مش مستوية جواه وبيحفظ على تروية اللحمة وبيخليها طرية وتندر لا اكتر وقت ممكن هنا هبدأ اعمل السوس كل اللازق في الجريل ده انا محتاجه عشان السوس هنا انا حطيت معلقة توم مفروم الاول وطلعت لكل الحاجات اللازقة دي من الجريل وبعدين حطيت مشروم فريش على حسب الكمية اللي احنا حبنا انا مش حابين مشروم مش لازم نوعاوزين بيبر سوس ممكن نحط فلفل اصمر حصى بدال المشروم بس انا بحبه معاه اه يكون اه المشروم سوس وهنقلب وطبعا صحي اكتر ومفيد هنقلب كويس جدا وبعدين هنا حطيت معلقة دقيق واحدة لو حابين حابين مش حابين مش لازم خالص عادي ممكن نغلي الكريمة بعد ما هنحطها شوية اكتر اه كل البخار السويل هتتطلع في البخار وهيتقل كل ما هنسيبه يغلي كل ما هيتقل فمش لازم دقيق خالص انا حطيت معلقة واحدة علشان يعني انا بتحكم في السماكة بتاعته القوان بتاع بتاع السوس نفسه هنا ببصوا بحاول اطلع كل الحاجات اللازقة دي طبعا دي بتطعم السوس جدا دي مش اي حاجة محروقة ولا اي حاجة دي بتطعم اللحمة هناك انا عندي شربة هبدأ احط كوباية ونص شربة وهبدأ اقلب خالص بحيس ان كل المكونات دي تمتزج مع بعض طبعا الدي شبه اتحمص شوية اختفى خالص آآ لكن مش اتحرق يعني يدوب بس رحته بدأت تطلع علشان ما يكونش ناية هبدأ اقلب كله واسيبهم كده كله يدوب مع بعض هنا حطيت كريمة لباني علبة اللي هي الصغيرة المنتين وخمسين جرام او لو في موجودة عندنا يعني علبة كبيرة هنحط كباية كريمة لباني بتاعة الطبخ وهنبدأ نقلب كله هنزبط الملح والفلفل وبس كده يعني هنسيبه بقى اي غلي غلوتين وهيبقى معينا احلى سوس مشروع طبعا الاستيك ما ينفعش يبقى استيك من غير السوس هنا انا حطيت ملح وفلفل بس زبطهم ورشة شطة صغيرة خالص لو عايزينه كده تمام انا بحب بحط سوس المشروم سوية سوس بتاع المشرع عشان يدي بس الطعام اكتر انا حطيت يعني حاجة لا تذكر يعني تقريبا معلقة صغيرة بسو غمقت السوس يعني وريحته وطعمه يعني بجد بقى في حتة تانية خالص بسو ده بقى كده بقى سوس المطاعم يعني اكيد بنأكله في اماكن بنحس بتعمه ان هو مش كريمة وشربة بس او كريمة ولبن وشربة لأ بنحس ان فيه طعم غريب سنة كده يعني حاجة مدية برضو على مشروع شوية ده بيكون السوية سوس وبس كده بصوا كل ما هنسيبه يغلي كل ما هيستوي والسوية تتكسف وهيدخل ده كانت تسوية الستيك من جوة وطلع تحفة جدا اتمنى تجربوه سهل جدا مافوش اي حاجة واكلة سريعة ما تاخدش معاك ينص ساعة بالزبط ويرب بيكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه بحاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باي باي شكرا